هنروح لكرة السلة أو ناشئات كرة السلة يمكن زمن تباعت وبطولة أفريقيا اللي موجودة طبعا سلاسي أن نسات سلة الأهل يقودنا منتخب مصر ووصول إلى المنديان طبعا منتخبنا أو ناشئات تحت 18 سنة يعني الحقيقة بقيادة تركاب تنشريف عزمي يتأهلوا الكاس العالم وبالمناسبة كسبوا ماني من اللحظات 68-63 واستطاعوا يفوز بطولة أفريقيا ويتأهلوا الكاس العالم وكان يكفيهم المركز الثاني ولكن حصلوا على البطولة الغريبة يا جماعة اللي عايزوا أقول لكم حاجة غريبة أو إنه الناس كلها كانت متوقعة أن الناشئين هما اللي ياخدوا البطولة ويتأهلوا كاس العالم والناشئات لا يمكن طبعا قلة الفرق اللي جات يمكن الناشئات كانت تالت فرق بس مصر ومالي والسنغال ده في الناشئات في الناشئين كان أربع فرق مصر ومالي والسنغال وزيد عليهم غينية والغريب أن الناشئين مدرب غينية كان مدير فني منتخب مصر السابق اللي هو زلكو يعني اللي هو المدير فني السرب اللي ماسك منتخب غينية للناشئين هو كان مدير فني منتخب مصر سنة 2007 ده أو 2009 كان منتخب مصر كبير فأيزا غينية كانت مستعدة كويس جدا الناشئات تأهلوا مش تأهلوا بس داخدوا بطولة أفريقيا على غير المتوقع في الوقت اللي الناشئين حقيقة لم يوفقوا وخسروا قبل النهائي بشكل غريب جدا من مالي وتلعوا برا البطولة وتلعوا أصدى برا منافسة البطولة وأيضا ما تأهلوش لكأس العالم سبحان الله دايما حسابات بتبقى حاجة قبل البطولة ولكن المكتهد بيبقى أو اللي بيبقى ليه نصيب طبعا كل التحيال كابتن شيف عزمي وكل التحيال كابتن مصطفى هدود أيضا مدرب العام لفريق الناشئات لأن كابتن شيف عزمي أصيب بكورونا وبيتعالجه في العزل المنزلي ولكن كابتن مصطفى تولى المهمة واستطاع بشكل كبير أنه هو يفوز بالبطولة ويقدي أداء جيد منهم ألف منهم مبروك وهاردلك لفريق الناشئين الحقيقة دي يعني جزء من أخبارنا ولكن لسه مجموعة كبيرة من أخبارنا خلينا نكملها من حضراتكم ولكن بعد الفصل